السلام عليكم ورحمة الله متابع اليوم مع الطلاب السادس العلمي أو الباكالوريا الأحيائي مثل ما حجينا الدرس الماضي كنا نحكي الوراث المعبعدة مندل بمعنى نحن نحكي على النسب الوراثية التي تختلف عن نسب مندل نسب الوراثية ونسب وراثية طبعا استنتاجنا هنا أنه بالنسبة لمندل فكان كل نسبه صحيحة إلى حد ما ولكن ظهرت نسب وطرق وراثية وانتقال الجينات تختلف عن التي درسها مندل بمعنى أنه مندل لم يدرس أو لم يتوصل لهذه النتائج وبلشنا بالنسبة لواحد ثلاثة وحكينا أنه في عندي بعض الأليلات التي تظهر مع بعضها والبعض بعضها بيندمج بعضها بيأظهر الصفة بعضها بيكون مميت بعضها بيكون بحالة نقية مميت بعضها بيكون بحالة متنحية ممرض وهكذا وننتظر حداثة بعض الأمثلة لن تعرف عن هذا الموضوع حاليا نصلنا للمثال لدينا الأليل السائد للدجاج الزاحف لحظنا هنا بلشنا نحكي عن أليل سائد أليل مسيطر وليس أليل منسحب إذن هو هون المرض هون هو الصفة المسيطرة هون الفكرة يظهر هذا النوع من الدجاج في حالة وجود الأليل السائد المميت مع الأليل العادي إذن هون نشوف شو الفكرة هجين نحن هون عم نحكي أنه هذا المرض بيطلع لما بيكون هجين هاي الصفة السائدة لما بتجي مع الأليل الثاني الغير ممرض فهون هيطلع المرض ولكن شو وهي لا تستطيع السائر بسرعة تارية بسبب قصر والتواء الأرجل هي الحالة المرضية لتصيب الدجاج هاي هي أما الأفراد النقية في هذا الجين لما لا تسائد فهي عادة تموت إذن لاحظنا هون لما بيكون نقي إذن تموت إذن هون أنا ما عندي دجاج حي يفي عنده هاي الأليل المميت وإنما المرض ما بيظهر لما بيكون نقي ما لا يظهر المرض إلا ما بيكون هجين لأنه لما بيكون نقي فالدجاجة هون ميتة فهمنا نركز أحد الاختلافات التي تمرؤ معنا عن المرض الماضي إنه هون المرض يظهر عندما يكون هجينا وليس عندما يكون نقيا بسبب أن الأليل هون سائد أما في مرات معنا بعض الأمراض لما بيكون المرض يظهر عندما يكون نقيا وبالعادة يكون الأليل متنحي هنا حالة مختلفة عندما يكون الأليل نقيا في هذه الحالة فإنها الكائنة يموت يظهر المرض عندما يكون هجينا وفيما يلي مثال عن تداوج أباء زاحفة معنى أباء زاحفة وتزاوج هم نركز عن نطا أعزائي الطلب أنه الاثنين سواء مثل ما أنا شايفين شو عندهم الجين شو هجين ليس نقيا لأنه عم نقول أب زاحف الأباء زاحفة كان دجاجة ولديك لأنه لو كانت غير زاحفة فهي حتكون سي صغيرة سي صغيرة فإذن ليس لديها المرض وما عندي سي كبيرة سي كبيرة لأنه تبوت عمنا نركز حنطهاي ما نختلف فيها أي بعض الاختلافات اللي عم نشوفها نحن بالأمثلة كتير مهمة من أجل المسائل النهائية طبعا هون عم نسير التضارب الأقسام الاختزالي توزعت الجينات عن بعضها كالعادل أول بالأول الأول بالثاني والثاني بالأول والثاني بالثاني عمليات تضريب بسيطة طبعا Hundرق بالأول للأول ما حيث ي change ؟ نحصل على نقي سية كبيرة سية كبيرة ولكن نحن بنعرف إنه مثل نقي سية كبيرة سية كبيرة مازا؟ مية طبعا الأول بالثاني فحيطل عندي زاحف الثاني بالأول حيطل عندي زاحف لأنه هاجين أما الثاني بالثاني فهيظهر عندي هذا الدجاج الآتياني فإذا لاحظنا هون أنه لما بيكون عندي أنا دجاج الزاحفة ودي الزاحف هيكون نصف زاحف تمام؟ ربع ميت وربع طبيعي طيب من هنا إيجاد طبيعي لأنه لازم يجي شأندي بعض الدجاج الطبيعي بسبب أنه موجود للألل الطبيعي لدى الآباء جميعا هون طال الأساسية الاختتاف اللي موجود عندنا أن هذا المرض لا يضر إلا عندما يأتي هاجينا يأتي الألل المسؤول عن المرض هو السائد فتضغى يظهر المرض ولكن الألل الآخر من القسم الآخر من الجين هو ألل اعتياري ألل غير ممرد أما إذا التقى الاثنين ألل نقيين بالمسؤول عن المرض فإن الكائن لا يعيش مئة ميت فهي هي النقطة الأساسية التي يجب أن نعرف عنها فإذا لدينا ممكن نسمع بعض الأسداء أو شيء تحدثنا عنها المرض وقلنا الألل هو سائد مميت فرح مباشرة أن نستنتج عدة أشياء أولا لا يوجد باعتباره ألل سائد مميت لا يوجد كائن حي نقي على قيد الحياة طيب المرض يظهر بصونة هاجينا باعتباره أن الألل المسؤول عن المرض هو ألل أو حليل سائد لألل دجاج أو الكائن الحي الذي لا يوجد لديه المرض يكون بصورة نقية والألل يكون متنحي هاي الاختلافات التي تختلف عن أمراض أخرى الآن ننتقل لنا مثال آخر الألل السائد للفئران الصفراء هذه تشبه الحالة السابقة فعند تبريب فئران صفراء هاجينة مع بعضها ينتج موت الربع الأجنة الصفراء والتي هي نقية في الألل الميت إذن لدي هنا ألل سائد مميت بما يؤدي إلى تحوير النسبة المظهرية نعمل لك النسبة المظهرية 1-3 إلى 2-3 صفراء هاجيمة و1-3 رمادية نعم إذن الفئران الصفراء تكون دائما هاجينة إذن الفئران الصفراء تكون دائما هجينة اي حاملة للجين المميت ولكنها غير متأثرة به وللجين المميت اهمية في تصميم بعض التجارب الوراثية وهي معالية تضريب لفاردين هجينين لهذا الألل المميت طبعا النتيجة ستكون مشابهة للي تمها بالمثال السابق فارون أصفر هجين فارون صفر هجين اذا لحظوا هجين لانه لما بيكون نقي ميت نجي لهون كالعادة انقسام اختزالي الأول بالأول فتصار عندي واي كبيرة واي كبيرة فطلع عندي هون شو ميت طيب الأول بالثاني والثاني بالثاني فارطلع عندي نفس المتيجة أصفر تمام ورمادي ولكن هون شو هون الرمادي تعودوا الى هذه جاء من خلط الله بعض الحرفات في طبع الكتاب أما الأصفر فهو هنا إذا لون الأصفر أو الألل المسؤول عن الأصفر لا يظهر إلا إذا كان ماذا هجينا ليس نقيا هناك كثير مهمة بشأن نركز عليها لأنه إذا كان هنا الألل هو سائد الصفة المميتة هي السائدة من الأمثلة الأخرى عن الجينات المميتة ذات التأثير المظهري السائل هي صفة منفرج الجناحين في حشرة ذبابة الباكية وصفة انعدام الشعر في الكلاب المكسيكية أو بتمنى من الطلاب اللي ممكن يبحثون عن فكرة صفة منفرج الجناحين في حشرة ذبابة ويجيبونا أي مثال موجودة كثير من أنماط دراسية حتى في بعض أسلت الدورات ومن الإنترنت اللي بيحسن الجيبا يكتبها كشكل مسألة ويكتب لك تضريب ويرسل ليها على المجموعة الآن راح ننتقل لمثال آخر النفاذ الجيني شو معنات النفاذ الجيني؟ كما فهم هو احتمالية فرد يرث أليل ما ويمتلك اتراضاً مظهر الذي له علاقة بذلك الأليل شو معنات الكلام؟ على سبيل المثال الأليل المتنحي الذي يسبب التليف الحوصلي ذو نفاذية تامة حيث أن مئة بالمئة من الأفراد النقيين يتكون لديهم هذا المرض لهم إذن عندي أليل المتنحي شو يسبب نعم التليف الحوصلي نفاذية تامة المئة بالمئة من الأفراد النقيين نركز هون نحن نقيين وراحزنا حطينا هون حرفين بالصغيرة كذلك أن الأليل السائد لإمتلاك بعضه هون أليل السائد وهون حكينا أليل متنحي نركز هذا الكلام كما أن ذلك الأليل السائد لإمتلاك أصابع إضافية في اليدين أو القدمين هو ذو نفاذية غير تامة وذلك لأن بعض الأفراد الذين يرثون هذا الأليل يمتلكون عشرة أصابع اعتيادية بينما آخرين يمتلكون أكثر بمعنى هذا الكلام أنه أنا عندي وجود جين معين مسؤول عن إظهار صفة هذا الجين أحيانا يظهر وأحيانا لا يظهر برغم من وجوده إذن هون في عندي مثلا عندي الأليل المتنحي بسبب تليف الحوصلة هو ذو نفاذية تامة فإذن حصرا حيظهر مية بالمية بكل شيء أفراد نقيين ولكن هون الأليل المتنحي إذن صفة أول شيء الأليل المتنحي حرفين دلوا عليه أنه صغار نفاذية تامة فكل الأفراد سيكون عندهم هاد المرض هلأ أليل سائد الأليل المسؤول عن مثلا زيادة مثل ما قلنا بالأصابع نفاذية غير تامة يعني الناس اللي عندهم هاد الأليل يا بيكون عندهم عشر أصابع يا أنه ممكن يكون عندهم أكتر طيب هلأ بنجا نشوف أما التعبيرية فهي نركض هون أما التعبيرية فهي تاني وجوده أليل بإمكانه إنتاج مدى متغير من الطرز المظهرية إذن الطرز المظهرية أو الصفة اللي بأنتجه هذا الجين تطلع نسب متعينة متغيرة ليست دائما نفس الطرز المظهرية مثل ذلك الحجارات النقية للجين للجين المتنحي لطفرة انعدام العين فكذون طفرة يعني خطأ جيني أساسا ولكن لهم وراهي تعطي طرز مظهرية يتراوح مدى هما بين وجود العيون الأديادية إلى اغتزال جزئي في حجم العيون إلى انعدام إحداء كل العينين إذن لاحظنا هون عندي صفة متنحية أليل متنحي إذن الأليل متنحي يعني لما يكون نقي فإذن الطرز اللي بتظهر يعني الأمور طبيعية العيون موجودة يعني فيه اغتزال اغتزال معناه الصغر في حجم العين يا بتروح عين أو بتروح العينتين فلاحظنا هون نفس الجين تمام؟ نفس الأليل المسؤول عن نظهر هذه الصفة يعني يعطيني شيء متباين متغير تمام؟ إما وجود العيون بشكل طبيعي أو وجوده بشكل عين وعين أو أنه العيون صغيرة أو أنه ما في عيونه بدأ تمام؟ فإذن هون هاي أحد النقاط الأساسية بدنا نركز عليها المختلفة عن النسب مندل أو اللي قام بدراسته مندل الآن الوراثة والبيئة شو معنى الوراثة والبيئة؟ وشو بنستفاد منها وكل العلومها الوراثة؟ الكائن الحقيقي صفاته الخاصة به والتي يريثها من أبويه حيث يمكن تحديث صفاته المظهرية من خلال دراسة الصفات أبويه وتحليل مورثاتهما يعني الفكرة هون مثل عندنا أبوين أحسنا نعرف جيناتهم والصفات اللي عندهم وهالجينات النقية لما غير نقية فنحن نسبيا نحسن نحدى الصفات الأبناء الحيجو أنه احتمال يكون عندهم هيك وهيك وهيك من هذه الصفات ولكن هذا تحديد لا يمكن أن يكون دقيقا وذلك لأن المورثات تحدد ما يمكن أن يكون عليه الكائن وليس ما سيكونه فعلا إذن ما يمكن أن يكون عليه الكائن إذن نحن المورثات العام ندرسها والصفات العام ندرسها احتمالية وليست قطعية يعني أنه احتمال يكون هيك وهيك وهيك وليس أنه حصرا هيكون هيك ما؟ في بعض الحالات بعض الأنواع الصفات اللي عندما تكون الأب والأم عندهم صفة سائدة نقية فمنها الطبيعي أنه يكون الأبناء بهذه الصفة لا نفرض أنه بعض الأباء الأب والأم عندهم زبرة الدم A واثنيناته النقية يعني شكل الجين هو بحرف في مثل A الكبيرة A كبيرة تمام؟ عند الأبوين يعني بشكل طبيعي سيأتي الأبناء عندهم زبرة الدم أيضا A لأن الأبوين عندهم نفس زمرة الدم الأبوين عندهم زمرة الدم النقية ممكن إذا كان أحد الأبوين أيضا زمرة الدم النقية والأب الآخر زمرة الدم أيضا A ولكن هجينة أي يوجد معها O وليس B هنا نحن بزمرة الدم لأنه يقول A O فهون هي هجينة ولكن الصفة السائدة الألل السائد هو زمرة الدم A فأيضا الأبناء كلهم زمرة الدم هون A ولكن ليس كلهم نقية أما عند وجود مثلا زمرة الدم A O وهون زمرة الدم A O مثلا عند الأبا فهون الفكرة كالشكل التالي أنه الأب والأم نفس زمرة الدم A ولكن تنيناتهم هجينين فالأبناء أحد الأبناء احتمال تظهر زمرة الدم وماذا O فهذه الفكرة أنه هم ما يمكنوا أن يكون عليه يعني عندي مثلا ثلاث أولاد سيأتي زمرة الدم A وأحد الأولاد سيأتي زمرة الدم O باحتمال كل الأولاد الجزام ردهم باحتمال كل الأولاد الجزام ردهم ما يمكن أن يكون وليس ما سيكونوا فعلا فإذا هي احتمالية أحصائية لأن بعض الصفات المظهرية هلا هون أمسا مساوة أخرى تعتمد على العوامل الوراثية والبيئية والتأذر التداخل إذا هاي نقطة ثانية طبعا نحنا كلها شرح شرحنا فكرة أنه نحنا كله ما سيأتي من قول فعلا هيكون هيك الصفة وفي بعض الصفات الليغة وأنت بكلها احتمالية فهي الفكرة الاحتمالية اللي كنا نحكي عنها هون في عندي هلا وبعض الصفات المظهرية تعتمد على العوامل الوراثية والبيئية والتأذر هون إذن نفسه الجين الموجودة للصفة المظهرية اللي حت مظهر رح تختلف يعني إذا عندي أخين توأم بكل واحد عاشه من منطقة مختلفة بيئيا عن الثاني فطريقة أداء الجينات احتمال تختلف المكان اللي عايش فيه مثلا صحراوي جاف متعرض لكمية شمس كتير كبيرة غير مثلا أخو اللي حيكون عايش ببيئة ما متعرض لشمس كتير باردة تختلف الجينية مطابئين هنا ولكن طريقة عمل الجينات حتختلف بعض الشيء في إذن بالنهاية الصفة المظهرية حيكون ليست متطابقة تماما خصوصا أن المتعلقة تتأثر بالجو كمثال وهناك عدد من الحالات تبين أن تأثير المورثات يتحدد بالعوامل البيئية المختلفة سواء كانت هذه العوامل محيطة بالكائن الحي أم داخله ولتوضيه ذلك نور الأمثلة التالية هل نرى الأمثلة التي كانت محيطة أو داخلها؟ محيطة يعني ما يتأثر به من البيئة وظروف السكن والمعيشة داخلية حسب عمل أعضاء الجسم وردات في الأعضاء الجسم والتي تعتمد أن تكون على التغذية تتأثر المورثات المسؤولة عن شكل الجسم في الإنسان بنوعية طعامه هذا شيء أساسي يعني نحن كالإنسان شو بيأكل؟ هو جسمه فالسمنة والنحافة لهما أسس وراثية ولكن السيطرة على وزن الجسم تتأثر لحد كبير بكمية الطعام وعوامل أخرى نقطة هنا من نرفض أخذنا مثل ما أننا أخين توأم توأم لكم متطابق فهون حطينا كل واحد ببيئة الجينية من طبيعين لا يوجد أي اختلاف نحن نحن مع نرد مع العوامل مثلا ظروف مناخية ولكن كميات الطعام التي تعطى إلى أحد الأخين كمية عالة أعلى من حاجته اليومية أما الأخ الآخر فأي طعام بشكل اعتيادي أو أقل فأر الله هذا أحد الأخين رح يمتلك وزن زائد حيكون شكله المظهري يختلف عن أخوه طيب ليش اختلف؟ فهون شو اللي تأثر؟ فأنا عندي نفس الجينات لماذا ظهر هذا الاختلاف؟ ظهر هذا الاختلاف بسبب أنه الموريثات المسؤولة عن هذا الشكل تأثرت بالشو؟ بالجسم لما عمدي أنا غذاء زيادة غذاء زيادة كمية حريرات أعلى من حاجة الجسم هون الجينات حتنحى منها أنه هي تخزن هذا الطعام الزائد على شكل الجهون محيطة في الجسم فهون رح يختلف الشكل رح يختلف طريقة الأداء طبعا الأخ التاني إذا نحن أخذ غذاء معتدل فهيكون جسمه لا يمتلك كمية الجهون اللي يمتلك أخوه ولكن إذا الأخ التاني حتى أخذ أكل غير مغذي غير مغذي وغير مكتمل المصادر الغذائية اللي يقوم الجسم مثلا بعمله فاحتمال غير أنه ما يمتلك نفس الوزن الزائد أو القتلة الدهنية رح يضعف يضعف ويأثر مثلا فقدان على بعض العنص الغذائية الأساسية على أداء مهام الجسم بشكل عام يعني عندنا مثلا نقص معين بالفيتامينات نقص معين بالمعادن سيؤدي لأمراض وأمراض خطيرة على الجسم فهون الفكرة إذا لاحظنا أن الغذاء أثر على شكل السم ونموه عندما يتأثر مثلا المواد الغذائية لنفروض الكالسيوم والمواد المكونة للإضام لما تكون أقل غير كاملة فحتى النمو والطول سيتأثر كثافة الإضام سيتأثر تركيز مثلا بعض أنواع المواد الجهنية المغذية للدماء إذا تأثرت مثل الأوميغا 3 رح يكون فيه حتى تأثير على الدماغ والجهاز العصبي مثلا مثلا أحد الأخين فإذا هنا فكرة أنه أحد الأسياء نحن نحكي عليها السمنة طيب هاي السمنة نحن يحسن الإنسان اللي أخذ وزنه زيادة مباشر خلال إذا نظم غذاءه مع بعض الرياضة بيحسن يخسرها الموضوع والإنسان اللي اتعرض مثلا بسبب قلة الغذاء صار معه مرض فئر الدم إذا نظم غذاءه بيحسن يتفادي على الموضوع إذا نحن هون شفنا شلون الصفة المظهرية اختلفت بسبب اختلاف نحن نحن نحكي بالطعام حاليا أحد الصفات منها زيادة أو نقصة على المثال الثاني هل رح نطلع عليه بإذن الله الدرس القادم مثل ما أنا الطلاب اللي طلبنا منكم نتمنى اتبعتمنا على المجموع وأي سؤال أو استفسار بترسلنا إياه إلى هنا انتهى الدرس نستوليكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر